السلام عليكم كديري لبس عليكم كل شي بخير كانت مني يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتو ما كنت شاهدوا هذا الفيديو المهم غدا نقدم لكم اليوم لبان فين واز هكذا كنحتاجوه نقدروا نفطروا به ولا نعطي هكذا كيجيزوين بزاف وسهل في التحضير والمكونات ديالو بسيطة كيف ما كنت شاهدو هناي عندي الكيلو ديال studio هنايا عندي جوج حبة ديالو بيد هرنايا بالعجينة غادي ندير فيه بيده وبيض ديال لبيض وغادي اخلي عاوة الصفر باشا كده ندهنو به لوجه دياله الحبز ديالنا عندي هناية ندرس عشرة جرم ديال الخمير عفوا ديال الملحاه هنايا عشرة جرم ديال الملحאשرين جرم ديال الخميره ديال الخبز حيث عندنا الحال بارد. عندي سبعين قرام ديال الزبدة اللي كتكون في الحرارة ديال المطبخ. هنا يا عندي نسل ترو ديال الحليب منقدر نستعمله كامل ولا نزيده شو شوية المهمة على حسب. هنا يا مية وعشرين قرام ديال السقار. سبعين قرام ديال الزيت. ولا سبعين ميلي لتر. بيضة قلنا. وكيلو ديال الفارينة. تقدرون انتم تقسموا هاد المقادير على جول. تقدرو الى صراحة الزبدة ركت تعطيه الدوق زوين بالزاب. ما بغيتوش تديرو الزبدة ايلا بغيتو تقسمو. المقادير تقدروا تديرو غير الزيت. ولا تضعفو الحاجم تديرو غير الزيت. زي ما ما تديروش قاع الزبدة. احنا يا غادي نبدو على بركة الله. بطبيعة الحال الحليب ديالنا راه سخون. ماشي سخون بالزاب. مهم هكده ماشي بارد. درت الخمير هاو. غادي ندير معاه هاد السكر. بغيتو نسموه بالفعنة تقدرو. وهنا يا غادي ندير شوية ديال الحليب. احنا يا غادي نزيد. البيض. وغادي نزيد الزيت. نزيد شي شوية ديال الحليب. مهم نخلي غير شي شوية حتى نشوف. وهنا يا كنديرو الفرينة ديالنا بطبيعة الحال اللي غربلتها. بسم الله. نسيت الملحة. وغادي نحط الملحة حتى هي. نسيت الملحة. نكمل كمية الحليب نحن نأخذ الكورن نحن نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب انتم ما كتلاحظوا العجينة ديالنا. انا ادكتها شي شوية. را كتكون قاسحة. دبا غضي نضيفو لها الزبدة. وهنايا كيف ما كتشوفو الزبدة ديالنا كتكون رطبة. وغادي نحاول ندخل قاعدة الزبدة. في العجينة ديالنا. كان نبقى ندلكوها حتى ما كنشوفوش الزبدة. هي العجينة ديالنا كيف ما كتشوفو بعد مما دخلت قاعدة الزبدة فيها. صافيا غادي نجمعها. ما كتكون شجارية بززاف كتكون شوية هكتا قاسحة. باش من اللي غادي نشكله الباقيت ديالنا. يبقى رزع ما كيف ما هو. غادي نبقى في هاد الوبول. ما غاديش ندير فيها الزيت. وصافيا وغادي نخليها تختامر. هنايا كيف ما كتشاهدوه بعد مما تضعف الحجم ديال العجينة ديالنا. صافيا غادي نخرشها هنايا غادي نرش شوية ديال الفارينة. صراح ما كان احتاجوش بزاف ديال الفارينة. حيث العجينة ديالنا ما كتكون شجارية بزاف. ضروري نخليوه يختامر مزيان. وهنايا غادي ندير واحد لبودة باش هقدر نقطعهم يكونوا شوية متاوين. بالنسبة المهم زي ما تقطع تقدروا تديروهم انتو ما على حساب ديالشي اللي بغيتو. انا غادي نديروهم هكده ستة. ولكن يا راح كبرتهم قدرت فيهم تلتمية وشي حاجة المهم تلتمية وعشرين تلتمية وخم مستعشر جرام في واحد. ايه لو ما بغيتوش هكذا تكبروهم بزاف تقدر تديرو غير ميتين جرام. وغادي تخرجوه اكتر. اهنايا غادي ندير ثلاثة غادي نزيد ليهم لبيبيت والشوكولة. وثلاثة غادي نخليهم عادي. كيف ما كتشوفو هنا يا كان دلكهم بالدلاك. ايلا شفنا هكذا بغايل تلسق ولا شي حاجة ندير شوية ديال الفارينة المهم نحاولو ما نزيدوش بزاف ديال الفارينة حيط العجينة ديالنا كتكون قسحة. صافي وكان حاولو ندورو بها الطريقة هده ولا اللويوح العجينة ديالنا بها الطريقة. صافي غادي نحطها باللاتة. غادي نزيد معاكم واحد اخرى كيف ما كتشوفو هنا يا صارحة الطريقة سهلة وكيجوزوين بزاف وكيف ما شفتو في المقادير ما في ومش المقادير اللي هما كتارين بزاف. ارا ايلا مشينا زع ما نشروهم كيف ما قلت لكم انا قاع كبرتهم ارا زع ما نقدروا نشروهم بعدها ثلاثة اورو ولا الواحد. هناك نزيد لبيبيتو الشوكولة. غادي نحاول قاع حكذا ندخل هاد لبيبيتو الشوكولة في العجينة ديالنا كيف مما كتلاحظو. بالنسبة اللي ديال لبيبيتو الشوكولة تديروا ذاك الشي اللي احسب ذاك الشي اللي بغيتون تومة. كيف ما كتشوفو هنا يا كان حاول باش تخلينا مزيان هاداك لبيبيتو الشوكولة. هنا بعد ما كملتهم كاملي. كانت لكو حتى هو بحال لك الشي اللي درنا في اللغل. احتى هو كاللويه بهالطريقة هادي. ممكن نحاولو هكذا ندوروه مزيان. باش يتسدو لنا مزيان. يلا كان عندكم حتى الحال هكذا يكون بارد بزاف تقدرون ليتخلوهم الفران. يما شعلوش يشبيه الفران من قبل ومن بعد تخيوه. وتخلوهم هكذا الفران باش يختمروا. يما ديروا واحد واحد الاينا هكذا ديروا فيه المسخون وتحطوه في الفران تحطو لباقيت ديالكم. هنا بعد ما كملت كيف ما قلت لكم غادي نخليهم يختامروا لينا مزيان وانتلقوا ان شاء الله. وهما اللي باقيت ديالنا كيف ما كتشوفها راح في الحجم ديالهم. ده با غادي ناخدو هدك اصفر ديال البيت كيف ما كتشوفو هنا يا. اللي يخلينا. غادي نزيد عليه شوية ديال الحليب. وغادي ندهن الوجه ديال المهم ديال هاد اللي باقيت ديالنا. هنا بعد ما كملت كناخدو واحد اللي موس يكون مادي بزاف. والفران ديالنا شعلته على مية وتمانين داراجة. ما اللي غادي ندخلهم غادي نهبت شوية الفران على مية وسبعين داراجة. باش هكده يتبو لنا مزيان. اهو ما اللي باقيت ديالنا بعد ما خرجتم من الفران. هادي البنات اللي درت فيهم الشوكولة. ارا باقي سخونين. ارا هادو اللي ما درت فيهم الشوكولة غير خرجتهم من دهنتهم شوية ديال العسل. غادي نخليهم يبردوا. اهو مشكل النهائي ديال اللي فين واز ديالنا ولا ديال هاد اللي باقيت ولا اللي بغيوش كيف ما كتشاهدوهم كيجيو زوينين بزاف. ستقون يا البنطة راح كبارين تبارك الله. هكده يصلحوا القوتي وكيجيو خفافين هكده من من الداخل. وكيكونوا هكده طيبين مزيان. كيف ما قلت لكم انا دهنتهم بالعسل تقدروا الدهنهم بالقوم في تور الموين دك الشي اللي بغيتوا انتوما. هنا يا غادي نقطع لكم واحدة باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. انتم ما كتلاحظوا الشكل دياله من الداخل كيكون خفيف. انا كنحاول ندير الكاميرا هكده باش تشوفهم زيان من الداخل كيف ما كتشوفوا. ستقون يا البنطة كيجي للداد بزاف هادو اللي درنا فيهم اللي بيبيتو الشوكولة. حتى هادا نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. رباك ينسخونين. كنتمنى الفيديو هنا الاعجاب ديالكم. ما تنسونا شبالي لايك ديالكم. وبختش اولا فيديو مع الاحباب العائلة. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.